لطيفة واحدة من بين مئة المرشدات والواعظات في المغرب وجهتها ككل يوم في رمضان فضاء المسنين بحي السلمية بالدار البيضاء والغاية تقدم دروس في الوعظ والإرشاد لنساء الحي وتلقينهن أصول وقواعد حفظ القرآن الكريم المبادرة يسعى من خلالها المجلس العلمي المحلي لبنمسيك الترويج لقيم التسامح والاعتدال بين سيدات هذا الحي وكانت منهم الله نكونوا في المستوى ونحن هذا العمل ندروه لله قبل كل شيء ثم لا رأى أي واحد فيه درة خير إلا وكيبغي الأمة تكون بخير ومن بينها الناس المسلين اللي كانوا هي فيها كانت منسية ما بغناش ناس لأن هذه أمهتنا وجداتنا ونحن إن شاء الله تحنا هذا الفضاء غايكون عندنا تحنا فالمجلس العلمي لا يغفل أن يهتم بكل هذه الشرائح فنجده يقوم بمجموعة من المشاريع سواء على مستوى المساجد أو خارج المساجد فهو يعمل على تأطير النساء داخل المساجد من دروس وعض ومحو أمية ودروس تعليم القرآن حفظا وتجويدا وترتيلا وقراءة فهذه مشاريع يقوم بها على مستوى المساجد كما أن المجلس العلمي ينفتح على محيطه فالمجلس غير منغلق المستفيدات استحسن المبادرة ولم تفوتنا الفرصة لترح كل تساؤلاتهن المتعلقة بمبادئ الدين الإسلامية خاصة ما يرتبط بالعبادة وشؤون الحياة فضاء المسنين هو تمر من تمرات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هذه هي تمر التي أعطت أكلها نحن بزاف وريحنا فيه بزاف والحمد لله إذا ما رحنا نقرأ القرآن الدروس كان لطيف الله يرضى لها ديرنا الدروس فإذا الله يجزيها بخير أحلام تهيات قررنا القرآن ديرنا القواعد وذلك الشيء ومع المرأة الوقت ديرنا والحمد لله إذا ما رحنا فرحاني هي صورة لتجربة مغربية فريدة عملت على انخراط المرأة في المجالس العلمية وتفعيل دورها في مجال التأطير الديني لصالح المؤمنات